وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ السابعة والعشرين برعاية الأمم المتحدة ومن المقرر أن يلقي الرئيس العليمي كلمة اليمن في القمة يستعرض فيها الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الموارد البيئية والاقتصاد والتنمية المستدامة وتدهور سبل العيش في اليمن والأضرار الكبيرة جراء الأعاصير المدارية وتناوب فترات الجفاف على العديد من المدن اليمنية اشتركوا في القمة